السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم لاحياء في تعلم الدين تعرف معنا في هذا الفيديو على المرأة التي لا تبتسم مطلقا والسبب الذي جعلها تحصل على هذا اللقب كان الناس في سنة 1907 يدفعون المال للكوميديين لجعل هذه المرأة تبتسم ولكن لم ينجح أحدا مطلقا في ذلك وتطلب الأمر نوعا خاص من القدرة للتحكم في الرغبة بالضحك أو الابتسام إضافة إلى الكثير من البلود في الشخصية ليتم اعتبار الشخص بليدا غير وبشوش ولا يبتسم أبدا ولكن الحال يختلف تماما مع السوبرسو المرأة التي لا تبتسم مطلقا والتي أصبحت حدث كبيرا في مصرحي فوضافيل التابع لمجموعة مسارح هامبرستين في نيويورك كان بوضافيل أكثر أشكال الترفيه شعبية في العالم الغربي في الفترة ما بين 1880 و 1930 حيث كان يعرض مسرحيات هزلية قصيرة من أداء فنانين كوميديين وممثلين استعراضيين بأنواع عروض عديدة ولكن الفقرة التي كانت سوبرسو تقدمها غريبة ومختلفة تماما لأن الهدف من العرض كان ببساطة يجعلها الممثلين الكوميديين تضحك أو على الأقل تبتسم في السنوات التي كانت فيها جزءا من تلك العروض المسرحية حاول العديد من الممثلين الكوميديين ومحترفين الذين قدموا قدموا من كل مكان من العالم ليحاولوا جعل السو تبتسم لكن لم ينجح أحدا على الإطلاق في ذلك مسرح هامبرستين في نيويورك بدأ العرض الخاص بسوبرسو لأول مرة في عام 1970 حيث قدم منتجون مسرح جائزة بقيمة 1000 دولار لأي شخص يمكن أن يجعلها تضحك كان ذلك مبلغا من مال كبيرا جدا للغاية في ذلك الوقت لذلك سعى العديد من الممثلين والفنانين من جميع أنحاء البلاد والحصول عليه وجرب الكثير ولمرات عديدة ولكن لم يحصل أي شخص على الإطلاق ولم يتمكن أحد منهم في الحصول على أقل وامد لابتسامة في عين أو شفاه السوبرسو وهو أمر وجده الناس الذين كانوا يحضرون العروض مسليا للغاية سوبرسو بعد مضي سنوات على عروض سوبرسو ظهرت الحقيقة ومثل الكثير من الأعمال والعروض الترفيهية التي تقام في أيامنا هذه كانت هناك عملية احتيال وراءها حيث أن سوبرسو كانت تعاني من حالة ندرة من الشلل الموضعي في وجهها مما يعني أنها كانت غير قادرة على التحكم في عضلات وجهها وبالتالي لم تكن قادرة على الضحكة والابتسام حتى لو أرادت ذلك وهذا يعني أيضا أنها كانت على الأرجح مصرورة للغاية بتلك العروض المضحكة لكن تعابر وجهها لم تتسير مع إحساسها الحقيقي كان المنتجون يدفعون 20 دولار في الأسبوع كأجر لسوبرسو هو مبلغ أسبوعي جيد في ذلك الوقت وعندما ظهرت حقيقة عدم تمكنها من الإبتسام المطلقة من سبب الشلل الذي تعاني منه وانتشرت الأخبار في أنحاء البلاد استنكر الكوميديون والممثلون الاستعراضيون الذين حاولوا مرارا وتكرارا جعل المرأة التبتسي مدون جدوى الأمر ونبذوا منتجي العرض الذين قاموا بخذاعهم لسنوات عديدة هامرستاين في نيويورك إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى هذا الفيديو في أمان الله